موسيقى كشف الوداذ الرياضي على التقرير المالي الخاص بموثم 2021-2022 وحقق فريق الوداذ الرياضي حسب التقرير المالي فائضا ماليا وصل الى 10.2 مليون درهم حيث بلغت مداخيلها خلال الموسم الماضي 111.678.040 درهم بينما بلغت المصاريف 101.402.178 درهم وبلغت مداخيل بيع التذاكر 900 مليون سنتيم إضافة لاستفاد النادي من 600 مليون سنتيم مقابل نقل التلفزي لمبارياتها كما زنى النادي 3 ملايين سنتيم من مداخيل الإشهار كما ضخت عدد من المؤسسات الدائمة للنادي كمجلس المدينة 4 ملايين و220 مليون سنتيم في ميزانية النادي الأحمر وبعد تتويجه بدور الأبطال ضخل اتحاد الافريقي لكرة القدم في خزينة النادي الأحمر مبلغ 20 مليون درهم إضافة لمبلغ 10 ملايين درهم من اتحاد الدول لكرة القدم فيفا نظيرة مشاركة وداد في كأس العالم للأندية إضافة إلى فوزه بلقب البطول الاحترافية حيث ضخت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في ميزانيته 300 مليون سنتيم وشهدت مصاريف النادي الموسم الماضي حسب ذات التقرير استقرار مقارنة مع السنة الماضية حيث سجلت زيادة بنسبة 1% كما أن صفقة انتقال لعبها السابق وليد الكرتي إلى بيراميدز المصري خففت من تأثير النزاعات التي تؤثر على خزينة النادي بأكثر من 8 ملايين سنتيم وحقق فريق الوداذ الرياضي هذا الفائض المالي بفضل حصيلة الموسم الرياضي حيث توز من خلاله بلقب دور أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه وفوزه بلقب البطول الاحترافية لكرة القدم فضلا عن بلوغه نهاء كأس العرش وخسارتها أمام النهضة البركانية من المرتقب أن يدخل فريق الوداذ الرياضي منافسة كأس العالم للأندية شهر فبراير القادم في استحقاقات يأمل فيها الفريق الأحمر تحقيق إنجاز يدعم مساره الناجح والغني في الموسم الأخير وأورد مصدر مطلع أن فريق الوداذ الرياضي يستقبل عروض من أندية أجنبيات ترغب في التعاقد مع تنائي يحيى عطية الله ويحيى جبران في المركات الشتوي المقبل وأتابع أن فريق الوداذ الرياضي كان منفتحا على إمكانية الاستجابة لرغبة لعبين ما إن كانت هي لإحتلاف والاستفادة من العروض المالية المغرية التي تنهل عليهما بيد أن المشاركة المرتقبة في كأس العالم للأندية دفعت إدارة النادي للعدول والتمسك بهما وأسار إلى أن مكتب المسير لفريق الوداذ الرياضي يرغب في الحفاظ على اللاعبين إلى نهاية الموسم الحالي كأقصى تقدير من أجل ضمان المشاركة في الاستحقاق العالمي بمجموعة أكثر قوة وجهزية بغية تحقيق نتائج إيجابية ويعول أنصار الوداذ الرياضي على المشاركة الحالية للوداذ في الموندياليطو خاصة وأنه سيقام بالمغرب ووجب نفض الغبار عن المشاركة المخيبة في نسخة 2007 وسيواجه فريق الوداذ الرياضي في المباراة المقبلة أولى الفرق وهي فلامينغو البرازيلي بطل البرازيل وأمريكا الجنوبية أعلنت العصبة الاحترافية لكرة القدم مساء يوم الأربعاء عن برنامج الجولة التاسعة من منافسات البطولة الاحترافية والتي ستعود عجلتها للدوران بعد اختتام منافسات كأس العالم قطر 2022 ويواجه فريق الوداذ الرياضي مضيفه الجيش الملكي يوم الخميس بداية من الساعة الرابعة مساء بتوقيت المغرب بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة التاسعة ويحتل فريق الوداذ الرياضي والجيش الملكي المركز الأول من البطولة بعد مرور 8 دورات برصيد 18 نقطة وفيما يلي باقي مباريات الجولة التاسعة من البطولة التلتاء السابع والعشرين دجمبر على الساعة السادسة والربع مساء الرجاء يواجه المغرب الفاسي في الدار البيضاء نهضة بركاني يستقبل اتحاد طنزة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء مباريات يوم الأربعاء الثامن والعشرين دجمبر المغرب الرياضي تطواني يستقبل حسنية أقدير في تمام الساعة الرابعة مساء اتحاد التورقة يستقبل شباب الرياضي السالمي على الساعة السادسة والربع مساء مولدية وجدة يستقبل أولمبيك خريبقة في تمام الساعة الثامنة والنصف يوم الخميس التاسع والعشرين دجمبر الفتح الرياضي الرباطي يحل ضيفا على الدفاع الحسني الجديد في تمام الساعة السادسة والربع شباب المحمدية يستقبل أولمبيك أسفي على الساعة الثامنة اشتركوا في القناة